الموضوع مش ان هو اكتشف ان هي كانت متجازة هو كان عارف الموضوع ده واحنا اتأكدنا من خلال المحادثات اللي قدام حضرتكو على الشاشة ايه سبب المشكلة هل زي مريم قالت ان انا شفته في وضع غير لائق لا معرف فانا مشيت واعترضت فهو مرضيش لا ما انا عايزة حضرتك توضحيني لا دي معرفاش دي مسائل خاصة بينه وبين بعض طب المشكلة حصلت ليه جايز غيرة عندها زيادة جايز انا مش قادرة اقول لك فيه في الاخرة واحد كان عصا متعبانة وبيزعق وبيتخانق وحس ان هو بقى تحسد حسس ان هو يعني معمول له عمل هو طلع قال ان هي اللي عمل له عمل لا لا او كان بيتكلم الويديو ده كان تابق على قبل كده طلقته سابقا او ده ده فيديو قديم او بس ويمكن لما اتنشر دلوقتي حق طلع دلوقتي عشريني قال ان ريم هي اللي عمل له عمل بالموت لا 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 كان بيتكلم على واحدة سابقة فهو كان بيقول لريم الكلام ده وانا بقوله ليه لانه وصرح بيه ليه حضرتك مش عايزة تقولي لي الحقيقة في الخناقة يعني انت اكدتيني ان المشكلة مش عشان هو اكتشف ان هي كتنتجوزة قبل كده طب هي المشكلة من عنده ولا من عنده يعني المشكلة اللي حصلة اصلا دلوقتي بنتكلم بصراحة الجمهور من حقه يفهم ويعرف بدل ما يشوف اخبار ممكن تكون حقيقية ممكن تكون مش حقيقية فالفكرة دلوقتي انه انا عايزين نعرف مين فيهم الظالم ومين المظلوم مين اللي اضطر ان المشكلة توصل لده انه يترضها بر البيت بلبس البيت وياخد كل حقوقها هل ان هي شايفت انه خنها شافته مع واحدة تانية شافته في وضع غير لائق زي ما تقال ويمكن والدها طلع قل كده في احدى البرامج لا هو ما شافتوش في وضع غير لائق ما شافتوش مثلا في بيتها مع حد بعلق لا الموضوع مش كده خالص عشان كده انا مش عايزة اقول غير نهاية مسائل يمكن تبقى تتعلق بالغيرة شافته مثلا بيكلم وحدة لانا غيران عليك فهم هو تعصب عليها لانا نجم جبير يمكن دي من احدى الروايات برضو اللي انا قارتها بسهلها عليك يعني خلص ما كده ايه يعني قريب من السوري دي فلكن القصة اللي حصل طبعا بدأت المصيبة من اول ما هي اتردت من البيت وثابت حاجتها وهو بدأ يرد عليها في نفس محضرين لانهو ما عملش محضر مستقل زي ما الناس فهمة او راحت عملت بلاغ بالضهر مستقل لا ده بنفس محضرين راح قيل لقا ده هي اللي مشت لقا ده هي رجعت تاني وفجأة لقيت في الخزنة فيه فلوس نقصة يبقى هي رجعت تاني خدت فلوس ومشت ده ده التحقيقات يبقى هي اللي خدت فلوس فانا بتتمها بالسرق يبقى واحد اول غلطة حسن شاكوش غلطها ان هو تهم زوجته مش طلقته يعني احنا بنا ننتقد بيعمل كده في طلقته في زوجته ان هي بقى بجريمة تمثت ايه سرقة فلوس تمثت الامانة والشرف والكرامة وان هي كانت متجاوزة ومش قلاله وطبعا ده بقى اللي بقى استاركة هو يعني ايه الموضوع كل شوية باخد تدريج ده ده الكرسة الاكبر ده ده الكرسة كديرة انه الناس 3 اربع الناس من اللي بيقروا مش كده ايمن بقولك نوضح الحقيقة صدق بالضبط فهو فعلا هو يعني بدأها بموضوع السرقة بعد كده زي ما تقولي بالضبط يعني ايه عيلي بقى سقف الطلبات ان احنا نزود الموضوع لقد ده انا اتفاجئت بقى انها كانت متجاوزة اتفاجئت منين واكد على الكلام ده في النيابة من قبل التحقيقات قال ايه انا عرفت من السوشيال ميديا انا عرفت من السوشيال ميديا انها كانت متجاوزة عرفت من السوشيال ميديا اه عرفت لما طلقها طلع طيب ممكن اعرف هو ايه بالضبط الكلام اللي تقال في التحقيقات عشان ده يمكن كلام أول مرة يتقال حسن قال إيه في التحقيقات على ريه؟ لا فيه طبعا في التحقيقات للأسف فيه كلام يعني أنا كنت نشرة بوست قبلها بفترة إن أنا هروح أستخرج من محكمة الأسرة وصيقة الزواج اللي هما مضين عليها وفيها صورهم والبصمة والكلام ده لأن اللي معينا أو اللي استخرجناها هي الكمبيوتر اللي هي المميكانة فقالنا هجيب الأصلية ونشرت الكلام ده وقلت لو أنا فجئ بالكرسى الحقيقية اللي الناس بدأت تطلع عليها إشعاعات إن الوثيقة نفسها مكتوب فيها كده مكتوب فيها غير حالتها الاجتماعية يعني مش مكتوب فيها أنها سبق لها الزواج أنا اللي هروح أقول بأمين اللي كتب البيانات للمأذون وأبدأ أطلب معبط الأدلة بالبيانات ده اللي أنا عايز أفهمه وهم بيكتبوا الكتاب تقال إنه بكر رشيد طيب ده معنا إنه هي أصلا في البطاقة هي ما غيرتش البطاقة زي ما بتقولي وده على فكرة طبيعي جدا إنه إحنا يعني مش كل واحد بيرح يغير حالة الاجتماعية وكان بيشتغل إيه لما بيجي معاد تجددها أو بيبقى ماشي بيها بيبقى يروح يغيرها ولذلك المأذون بيسأل المأذون مش الخطيب اللي انت اتفقت معاهم علشان يعني الميديا بتصور والأصحاب فبقى ليش نعلن الكلام ده قدام الناس وأهلي وأصحابي والكلام ده لأ المأذون اللي انت رتبته وخدت الورق وخدت الصور وخدت الكلام ده المفروض بيبقى فيه أمانة العرض للموظف العام وتقوله اكتب كذا الموضوع ده يمكن برضو عامل حالة جدل يعني مع الناس إنه إزاي هي تجوزت دي تاني جوازة ليها وبطاقتها زي ما هي مش مكتوب فيها متزوجة ولا دغيرت يعني المأذون يعني حتى لو ما اكتشفش وقتها ما هيكتشفه هو رايح يوديها على الجهة لحوال المدنية أو المحكمة مش بيبارش الكمبيوتر نهية كان سبق ليها الزواج بالضبط المهم يعني أنا مش عايزة دخل المهم أنا عملت التفصيل ده كان بالاتفاق ما بين المأذون وحسن شكوش هي يا ريم ما تعرفش حاجة أصلا طب ممين ثانية واحدة خلينا بلاش ريم طب لما تقال البكر الرشيد مش ريم كتحضرة ما هي دي الخطبة طيب اللي بعد إيه بعد الكتابة أنا مشكلتي في كتابة البيانات في الأسليمة هو طلب من ريم قال لها ما تقوليش ان انت كنتم تجوزة قبل كده قال لها ما تقوليش قدام الناس الناس بتصور الفرح وكانت بالكتاب كان في الفرح بعد الزفة الناس اللي هم مين الناس اللي هم الجمهور العادي أصحابه وأهله وأهله كمان أيوة والمصورين والميديا والناس ما بيصوروا الفرح طب هو هو إيه مشكلته في أن يتعرف أن ريم كان سابق لها تجواز قبل كده هو قال لها شعبيين والكلام ده والناس كلها أو قال لها كمان حتى مهم قال لها أنا كده يعني أمي والناس بياتمنون أن أتزوج واحدة ما سابقش لها الزواج وأنا عايزة أتجوزك فمش لازم ننشرها قدام الناس يعني الناس كلها بتتصور مش عايزة يباين في الأخي أنا سبت البنات دول وجيت جوزتك أنت كنتي كنتي متزوجة قبل كده وإيه يعني متزوجة قبل كده معرفش تراث هل هي متزوجة قبل كده إن هي فيها عيب مثلا بالزبط فجي بعد كده أنكر الكلام ده أنكر الكلام ده وقال لها أنا فعلا معرفش حاجة وأعرفت من السوشيال ميديا فطبعا خد البوست وتصريح بتاعي أن أنا هاخد إجراء وهو معي قريدي القسيمة أنا خدت لسا أستخرجها من أحكمة الأسرة وهو مع الأصل بقى ما هو شغال مع المقزون في البيانات والدهالو وده له الأوراق هو اللي بيحضر ورق والزوج دايماً ده العرف العرفة جارة أن مين اللي بيجيب المقزون ويتفق معي والزوجة بالزبط مين اللي بتنضي يوم الفرح بس الزوجة اللي فيه خطبة بعد كده حصرت بين الخطيم وبين الأب قول كذا كذا الأب قرر فالموضوع ده الموضوع بحقيقته دي حقيقة الواقع كلها فالنهاردة بقى تيجي تقول الكلام ده وكمان تثبيته رسمي فمحضر اللي احنا كنا أساساً عاملينه جيت تثبيته رسمي تقول أنا فجئت طب السؤال بقى خلينا برضو نقف عنده فجئت يعني إيه أنت تطلع تتكلم الكلام ده بعد شهرين من الجواز مش جي غريبة شوية تقلوا في التحقيق آه يعني مفروض أن أنت النهاردة أنت متجوز بقى لك شهرين لو فيه مشكلة ما بينك وما بين مراتك كممكن مش حابب يعني تتكلم قدام الناس كممكن تطلقها في هدوء مثلاً أو تتفهمه أو تنفصله أو أياً كان ولكن أن أنت تطلع بعد شهرين تقول أصل هي راح ترفعت عملت لي محضر عشان أنا اكتشفت أن هي كتت متجوزة طب وإنت جاي تتكلم بعد شهرين تجي برضو من الحاجات الغريبة أهو ما عملتش طبعاً المحضر وقتها على طول الرد الكلام ده لسه أضف أقوال من يومين إيه بقى؟ ما هي الأقوال اللي هو أضفها لما أنا قلت هنجيب المأزون وهنجيب الدنيا كلها ونشوف بقى مين اللي قدل بالبيانات دي لي راح بسرعة جاري قبل ما تبقى المحضر بقى خلاص يتعامل لازم من يومين لأ أنا فجئت كذا كذا وفجئت أن هي يعني مش متزوجة قبل كده من الميديا ومن ظهور طلقها ده في التحقيقات إزاي بقى؟ طبعاً السؤال منطقي هيتسقل له إيه؟ هتقل له طب وإنت يعني ما كانش فيه مثلا علاقة بينك وبينك هتكتشف الكلام ده؟ طبعاً الرد هنا إيه بقى؟ كان لازم يرد رد؟ قال لأ أنا ما كانش فيه علاقة ما كانش فيه علاقة حصلت سأل تانية طب إزاي؟ يعني كنت أكون وإزاي سمحت بدا؟ لأ ما كانت تقولي أنا أتعبان إيه ده؟ لأ ده إحنا كده بقى يعني نسبنا أن إحنا سمعين فوقي لكلام التحقيقات أيوة هو قال كده أيوة قال إن هي ما كانتش بتسمح إنه يقرب لها كزوج وزوجة حصل كلام ده طبعاً وكلام ده بيأكد إيه؟ أنا بقول بقى إنه هو ده ثابت في التحقيقات رسمية نسبنا إن إحنا عارفين وواصلين إن ده ما حصلش نسبنا إن إحنا عارفين إنه هو نفسه عمل فيه فيس نوت انتشر وهو بيقول لها أنا واخدك أصلاً كده كده مدام ومخترتش حاجة ونطلع بالمعروف كأننا ما سمعناش كل ده كأننا كل ده ما سمعناش طب خلينا بديك إنت ناسي إن أختك أختك نجلاء هي اللي واخداها للدكتورة سعاد بعد الزواج بفترة عشان عايزة تحمل مراتك وإختك خدتها لتلات عين وروح للدكتورة نشوف ليكون لسه عندك مشاكل من قبل كده عندك مشكلة عندك بتاع نشوف إيه الموضوع وراحت الدكتورة وطمينتك ووريتوها الريبورت ننسي ما عندكيش حاجة الموضوع ناجتب وخلاص مفيش مشكلة وأختك مسجلة أخت حسن مسجلة الحوار اللي دار بين الدكتورة وبين ريم مع أخت حسن ليه سجلت الحوار عشان تروح تسامل حسن تطمنه على ريم إن هي ويسة طب الدكتورة دي سعاد تسأل في ذلك دكتورة سعاد دكتورة سعاد هي اللي كشفت سعادها بتكشف إزاي ما كتشفتش حاجة مثلا الدكتورة كمان طب أخت حسن جاية وحضرت الكشف ما اكتشفوش حاجة خالص كل الدلائل بتقول إن هو كان عارف